بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير اليوم نطل عليكم بالموعد الجديد للإيجاز الصحفي اليومي الذي سيتواصل عقده خلال الأيام المقبلة لكن بوتيرة مختلفة بحسب الحاجة وبناء على وجود مستجدات ومعلومات اعتدنا خلال الأسابيع الماضية على فرض حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت لكن تم الاكتفاء هذا الأسبوع بيوم الجمعة فقط نظرا لخصوصية شهر رمضان المبارك وحاجة الناس فيه إلى الخروج وشراء الحاجات والمستلزمات بشكل كبير تردنا استفسارات عديدة حول إمكانية تعديل إجراءات الحظر في بعض المحافظات التي لم تسجل فيها حالات إصابة واليوم تقرر تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق بحيث يتم إغلاقها عن المحافظات الأخرى اعتبارا من يوم غد الأحد والسماح للقاطنين فيها بالخروج سيرا على الأقدام أو باستخدام مركباتهم ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا وذلك كما هو الحال في المحافظات الأخرى التي أعلن عنها سابقا وتم تعديل إجراءات الحظر فيها نؤكد بأن تعديل إجراءات الحظر في المحافظات يخضع لدراسة عميقة وتقييم دقيق ويرتبط بمدى تطور الحالة الصحية وبترتيبات لوجستية وأمنية عديدة بالنسبة لما تم تداوله اليوم حول السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم اعتبارا من الإسبوع المقبل ورفع الحظر عن جميع المحافظات التي لم تسجل فيها حالات إصابة وعودة عمل الوزرات والمؤسسات أود التنويه إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن وما تم تداوله هي توصيات تتم دراستها من الفرق الحكومية والأجهزة المختصة وسنعلن عن أي قرارات فور اتخاذها بالنسبة لمحافظات التي تم تعديل إجراءات الحظر فيها سابقا العقبة معان الطفيلة الكرك إربد نجدد التأكيد بأنه يسمح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءل علما بأن استخدام المركبات في محافظة إربد يكون داخل نطاق الألوية الإدارية فقط ولا يسمح بالخروج منها إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك تردنا أيضا بعض الملاحظات حول إمكانية تمديد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج لما بعد الساعة السادسة مساء وأؤكد هنا بأن هذا الأمر تم بحثه سابقا وتقرر أن يكون التمديد لساعتين فقط صباحا بحيث يبدأ من الساعة الثامنة بدل العاشرة وينتهي في الساعة السادسة مساء وهو وقت كاف لتلبية حاجات المواطنين الضرورية خصوصا وأن المحال التجارية مغلقة بعد الساعة السادسة وكذلك التجمعات ممنوعة راجينة من الجميع التقيد والالتزام علما بأن هذا الأمر يخضع للدراسة والتقييم المستمر وسنقوم بمراجعته في ضوء تطورات الأوضاع موعد عودة عمل المؤسسات الكطاع العام للعمل يخضع أيضا للدراسة والتقييم وفي وفق تطورات الحالة الصحية وتوصيات الفرق المختصة لكن ما نؤكد عليه أن عودة عمل الوزرات والمؤسسات لن يكون بوتيرة واحدة بل تدريجيا وعلى فترات وسنسمح الإسبوع المقبل بعودة عمل عدد من المؤسسات الخدمية بعدد محدود من المواطنين يقرره الوزير المختص أو من يرأس المؤسسة نؤكد أيضا بأن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الوقت وبشكل حثيث لضبط أي حالة رفع الأسعار أو احتكار للسلع أو تلاعب في مستوى جودتها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ارتكابه لمخالفات قبل الختام سينضم إلينا في هذا الإجاز الصحفي معالي وزير العمل السيد نضال البطاينة للحديث حول آلية تمكين غير الأردنيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم ختاما حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمع من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم ترجمة نانسي قنقر